ماتش الانتزهاب بين الاهلي وسنبا التنزاني شفت الماتش ازاي وتوقعاتك لماتش بكرا ان شاء الله هتكون عامل ازاي طبعا في البداية كانت نتيجة طبعا يعني كنا نتمنى الفوز خصوصا الشوت الاولاني الاهلي ضايع اكثر من الفرصة يعني حوالي ثلاث فرص من الكلام على كان بيرستيا او كهربا كان حتى في تصراحات من السيد مرسيل كولر يتكلم وقال ان كان الشوت الاولاني كان كافية ان احنا نخرج بنتيجة مريحة لكن يعني فرص ضاعت استقبلنا هدفين في سبع دقائق كانت نقطة خطيرة جدا واظن ان كان تدريب انبارح كان فيه ضمن النقاط اللي كان فيها اكيد السيد مرسيل كولر مع اللعيبة على النقطة دي لكن الحمد لله ربنا كرم برضو تداركنا الموقف بجون القهربة مباراة العودة ما هيش سهلة لأسباب كتيرة بتلاعب خصم هو مش خسران حاجة هو جاي بيلعب على مكسب وكان صدقة كمان تماشي الزهاب اكيد انه لما يتسجل هدفين وكان ممكن يكسب المباراة وحتى كان مدربهم روبرتو ألفيرا المدرب بتاعهم قال ان كان ممكن ان احنا نكسب خصوصا بعد مستوى الشوت التاني لكن فيه جولة تانية في القاهرة اكيد هيكون ان شاء الله فيه دعم جماهيري لينا بكرا ان شاء الله في مباراة الاياب وفي نفس الوقت فيه عناصر هترجع تانية سواء بين عناصر دفاعية او هجومية ونتمنى ان شاء الله نحسم المباراة بدري بدري علشان ما ندخلش في لعبة حسابات شكرا